وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 536 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 286 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط 34 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي تمضبط 237 طن وفي مجالي البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغدائية تمضبط 15 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 427 قضية من بينها 145 قضية خبز ناقص الوزن و87 قضية خبز غير مطابق للمواصفات خبز غير مطابق للمواصفات